اهلا وسهلا بكم في القناة انا التكنولوجي النهاردة هنتكلم عن تطبيق اسمه دالينجو دالينجو ده هتلاقوه في جوجل بلاي تعاني نكتب مسلا في جوجل بلاي دالينجو عشان نحمل التطبيق ده التطبيق ده يعتبر من ضمن افضل التطبيقات اللي فيه تعليم اللغة الانجليزية ايما على حاجة اسمها التلعيب اللي هو ايه التلعيب عن طريق التعليم يعني انا بلعب وبتعلم في نفس الوقت بكتب في خانة البحث ده لينجو من فوق يظهر لي شكل التطبيق ده بثبت التطبيق عادي جدا زي اي تمام وضعت على كلمة تمام عسان يفتح لي البرنامج تمام بعد كده بانتظر البرنامج يحمل يمش هياخد مني حاجة بسيطة يعني تمام بعد كده بضعت على حاجة اسمها عسان التطبيق يبدأ بعد كده بقول لي يعني انا عايز اتعلم ايه فانا اختار انا عايز اتعلم انجليزي بعد كده هي اظهر لي يعني هي اللغة اللي انت عايز تتعلمها فانا اختار اللغة العربية بعد كده بضغط اوكي وهنتزل لسواني عشان التطبيق يعمل او يحمل عشان ندخل على الخطوة اللي بعد كده على فكرة التطبيق ده انا اشتغلت عليه صراحة تطبيق من ضمن افضل اللي بيعلمك الكلمات حتى بيعلمك الكلمات بشكل ان انت مش هتنساها يعني مش زي مسلا انك تحفو المزاكلة الاديمة بتاعت ايام زمان يعني تمام? دلوقتي التطبيق بس بيحمل يعني ما بياخدش ثواني بس ساعة ثانية يحمل يعمل الخط اللي بعدها مسلا او يخش في الجزء اللي بعده يعني تمام? دلوقتي التطبيق عندنا بيحمل بس بياخد ثواني دلوقتي زهر لي بيقول لي اختار هدف يوميا خليه بسكل عادي ولا منتظم ولا جاد ولا جنوني على حسب وقتك خمس دا ولا عشر دا ولا ربع ساعة ولا تلت ساعة في اليوم. انا على سبيل مسار اختار بسكل منتظم وادوس تابع. بعد ما دوس. تمام? هينقلني ليه الحاجة اللي بعدها. تمام? دلوقتي في حاجة اسمها ان انا ممكن اعمل تحديد للمستوى وممكن اختار الايه? ان انا نحدد مستوية ولا ابدأ من صفر. تمام? طبعا كل واحد وبراحته. تبدأ تحديد مستوى ما فيش مشكلة. مستوى كنت سترغيات فين? ولا عايز تبدأ من صفر. انا لو دست تحتة بالتالي نختار ان انا هابدأ من الاسيات. تمام? عسنا بس ما طولش على. ابدأ ابدأ بالاسيات او ابدأ بالاسيات. تمام? هننتظر بس يعني دي سواين صغار جدا يحمل برضو. تمام? بعد جده هنشرح برضو ايه الفكرة التطبيق بكل واضح بإذن الله في سواين يعني في سواين يعني في يعني مش هنطول يعني. تمام? دلوقتي بقولك هل تعالى مهمتنا هو اجعل تجعل التعلم منتعا ومجانيا. تمام? طيب اول حاجة هو بيقوللي اي ممالي ولد. جاب لي صورة هي فانا طبعا الشكل ده. بعد كده النقطة اللي معتها اي ممالي بنت. البنت معناها جير. قطع الكلمة لو لاحظت بنت اسمها. تمام? بعد كده مسلا هنا هيظهر لي اي ممالي رجل. تمام? هنختار مان. دوس تابع. بعد كده اي ايه. تمام? بعد كده ومن. تمام? بعد كده بدوس تحقق. تمام? بعد كده كده انا. تمام? اه دلوقتي بقوللي انا عملك الداوب يأتي بصمار يعني بصمار. بصمار صح ان انت شكل كويس روض دلوقتي. ايام وومن معناها انا امرأة. تمام? مسألنا طبعا بس هو الترجمت الجملة كده طبعا. تمام? بوي. معناها بوي اللي استواخد لها من شوية كان معناها ولد. تمام? وضغط حق تابع. انا انا فتاة. تمام? بعد كده بدوس تابع. مان معناها ايه? رجل. تمام? بعد كده عند لها حاجة اسمها امرأة. ومن. تمام? بعد كده بدوس تابع. ولد بنت. وببوينجير. ابوي اجير. ابوي. طيب هنا بقول لي ولد. بعد كده مسأل فبنت. ولا ابوي اجير ولا ابوي انجير ولا اوومن اجير. نجلب وبوينجير. تمام؟ الاجابة صحيحة. بغاية دلوقتي لم تكن لنص اي غر. اي ماص اي غرط حتى الان. انا ولد. تمام? وضغط تحقق. تمام? ده دي نظام حاجة تحفيزية الوحيدة ان يوم حماس اهو. دلوقتي يقول لي انها يفضلك عن هدف الخمس نقاط. تابع كده عشان اكمل باقي الحاجات. او باقي الدرس. او باقي التسكي بتاعي او باقي المهمة بتاعت النهاردة. فبدوس تابع. اشوف ايه الخطوة اللي بعدها او. وهي يقول انها الوقت انشاء مرف شخصي. هدوس مسلا لاحقا دلوقتي مش هدف مرف شخصي. تمام? عسلا لو دست انساء مرف او انساء حساب هياخد مني وقت برضو. وانساء حساب ده على الفكرة يعني حاجة صعبة حاجة صحل قصدي اي حد ممكن يعملها يعني. تسجيل ازاي زمان. تسجيل دلوقتي يعني تجيب عن طريق فيسبوك او جوجل على طول. تمام? دلوقتي ادست على الاستيات وهدوس ابدأ. فانا هبدأ من اول خالص انا هستخدم البرنامج. تمام? طبعا هنا بقول لك ان عادل امريكان زين تعلمون اللغات على دورينجو اكبر من عادل ايه? ايه? المهم الجملة اللي كان اقيل لها دي. تفاحة معناها ايه? هنا اعبال. تمام? اضح. خش على الحاجة اللي بعدها. بعد كده امان انا وامن. يعني معنا ايه? رجل. وهي امرأة. ايه. رجل. امرأة. تمام? هدوس تحقق. كده تابع. تمام? اصبت. بعد كده بقول لي اي ايد. انا نقل. تمام? بعد كده بيقول لي شي معناها هي. تمام? بعد كده بيقول لي اي ام ابل. انا انا تفاحة. طيب. ادوس كده. تحقق. تمام? بعد كده تلجم هذه الجملة. هي امرأة وانا ابن. تمام? ادوس تابع. بعد كده. كل تفاحة. كل تفاحة. ايت ابل. ايت ان بريد. طيب. ايت ان بريد. طيب. ايت ان بريد. تمام? ادوس تحق. صح كده. تمام? بعد كده اختار الترجمة الصحيح. ولد وبنتي اكلان. ابوي انجير ايت. ابوي انجير ايت. وهنا ابوي انجير. ابوي ان انجير. طبعا دي غلط. ام اتنين. تمام? بعد كده بيختار ترجم هذه الجملة. هي. بنت وانا ولد. تمام? ادوس تحقق. تمام? بعد كده. اهو بيقولي هنا لقدت علامة الكثير. تهنيني على عصر اجابات متتالية. اننا جاوبت عشر اجابات صحيحة. اي ازمان. اي او رجل. تمام? بعد كده بادوس تابع. بعد كده اي ايت. تمام? انا اكل. تمام? بعد كده بادوس. هتلاقي ان الشرح سهل وبسيط جدا. تمام? الصرح يعني بيعلم الكلمات بساكل سريع جدا وبساكل بسيط اوي يعني مفوز صعوبة. تمام? ممكن انا اغاير التحدي بتاعي مسلا من منتظم ممكن اخليه جاد ممكن اخليه جنونة على حسب. بس انا وجهة نظر ان تخلي الوقت قليل. ليه? انت لما تكبر الوقت ممكن نهاردة تشتغل الوقت كتير جدا او تفتح البرنامج بفترة كبيرة. كل ما يكون قليل كل ما يكون احسن. لو انت حاسك هتقدر تدوس الجامعة في البرنامج يبقى خلي الوقت اكتر ليه? هتستعلم بساكل اسرع. تمام? بس ده كان شرح البرنامج بساكل بسيط جدا تمام? لا تتعلم بالفيديو متساس تعمل تعمل اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة بتاعتنا. وشير عشان غيرك يستفاد واستنونا في صرحات جديدة ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم.